هنبدأ حالاتنا النهاردة مع حضراتكم بتقرير مهم جدا جدا هذا التقرير صدر من الأمم المتحدة بخصوص الشباب وتعاملهم مع الانترنت وخطور التعامل كمان الأطفال مع الانترنت التقرير بيقول ايه بقى؟ اتكلم بشكل مفصل وقال ان خلال العام الماضي ارتفع عدد الناس اللي بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي اللي عمرهم ما بين 15 ل 24 سنة ل 79% من سكان العالم كله بعد ما كانت كام كانت 65% الأرقام أكدت ان الأطفال بيقضد وقت أطول على الانترنت الأيام دي أكتر من أي وقت فات وبنسبة متزايدة وان فيه طفل بيدخل على الانترنت لأول مرة كل نص ثانية متخيلة؟ الاحصائية كل نص ثانية؟ اه يعني الديئة اللي احنا اتكلمنا فيها دي 60 في 120 طفل دخل على الانترنت التقرير الأممي بيتكلم بيقول ان تلت مستخدمي الانترنت في العالم من الأطفال ومع كده ما فيش أي مجهود بيتعمل علشان تحمي الأطفال دي من مخاطر العالم الرقمي وحماية أنشطتهم على الانترنت أو انهم يزودوا قدرتهم على الوصول للمحتوى المحتوى الآمن وعالي الجودة من الانترنت وانا عايز اقولك بقى على حاجة الموضوع بقى نسبي جدا يعني اللي بيقبله أسرة غير اللي بتقبله أسرة تانية غير اللي بتقبله مجتمع بحاله مفهو طبعا يعني الموضوع برضو مطاط جدا وبرضو بيردع أو بيرجع ليه اللي أصدر التقرير لأنه اعتقد التقارير الأممية ما بتبقاش برضو حتى في حسابها قوي العداية والتقاليد الشرقية والقيم الشرقية اللي ممكن تكون بتختلف خاصة بس هو أكيد فيه أبحاث اتعملت في كل البلدان حتى يصدر هذا التقرير بهذا الشكل وبيتكلموا كمان في التقرير عن المسئولية مسئولية مين؟ حماية الأطفال في العالم الرقمي المسئولية بتقع على كاهل الجميع بما في ذلك الحكومات والأسر والمدارس وكل المؤسسات ولكن التقرير أكد على وجود مسئولية كبيرة جدا بتقع على كاهل القطاع الخاص وخصوصا في مجالات الاتصالات والمجالات التكنولوجية وهي مسئولية بحسب التقرير لم تأخذ بجدية كافية حتى الآن الأطفال دلوقتي هم الأكتر تواصل على الإنترنت ومعرضين لمشاكل كتير إذا ما تمش توفير الحماية والرعاية فيهم هل ده ممكن يتنافى مع خصوصية؟ هل ده ممكن يتنافى مع سهولة الوصول لأغلب المعلومات أو الأكسسابيلتي زي ما بنقول مش عارفة ده اللي حنتكلم عليه النهاردة وحنشوف إيه اللي ممكن يكون بيتعرض له الأطفال وإزاي نقدر نوفر ليهم حماية لازمة صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر